بسم الله الرحمن الرحيم وبهنستعين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين إزاكوا حبيبي عاملين إيه؟ يارب تكونوا فقتاً مسحة وخير وسعادة يارب العالمين اللهم أمين إن شاء الله يا حبيبي النهاردة نعمل ويا بعض المبكبقة بالمكارونة واللحمة مع بعض كده على طريقتنا ويا رب تعجبكم ويا رب كده الوصفة تنور إعجابكم إن شاء الله معنا النهاردة مقادرها لحمة مكارونة معايا بصل وفلفل أغضر شطة خضرة معايا التوابل معايا طماطم التوابل كركم توابل لحمة فلفل أصمر كمون ورق لورة وحبها نومالح إن شاء الله يا حبيبي النهاردة نعملها ويا بعض كده حطنا الحلة على النارة هوت هننزل إيه؟ بالحاجة اللي هنزبط فيها اللحمة بتاع المبكبقة سوي شوية تزيد كده نسوي إيه؟ التحوجة بتاعتها كده والمقادر اللي إحنا قلناه مع بعض كده هننزل بالبصل ناخد تدبيلة كده على النار المبكبقة دي أكلة سريعة كده وجميلة لذيذة بجد يعني تتعامل قواني الأكلة يعني تقولين تجهزها الحاجات اللي بتتعامل ديا جهزها بدري لكن إنك تسقطي المقارون والحاجة ديت على الأكل على طوب يعني سقطاني المقارونة دي بتسيبيها آخر حاجة على الأكل كده هننزل اللحمة دي أتعالبصلة هي تاخد برضو التشوحة بتاعتها فيها والنفس وبعد كده ننزل عليها بالطبابل يعني مثلا لو خلاص هحطي الأكل خمس دقايق قبل الأكل أنون بس سيوى حبيت المقارونة تروح يسقطها وتستوي على طول وتفرغها سخنة كده بتبقى بالبهاريس بتاعتها كده السوز بتاعتها كده بتبقى لذيذة هنقلب مع بعض اللحمة في البصلة وبعد كده ننزل بالتوابل عليها وأرن الفلفل حبكها كده وحنطها حلوة كده بالبهارات بتاعتك والحاجة بتاعتك تطلع نفس الجميل إن شاء الله كل حاجة كده بما بين إيدكو حلوة وصح وبقى الفهن يا حبيبي على قلبك بتعملها بأي نوع مقارونة أسبكت ماشي مقارونة فرن ماشي هذه التوابل يا حبيبي وتنزلنا بيها مقارونة عادية ماشي الموجودة عندك اعمليها هي بتبقى أكلة سريعة ولذيذة ومفيدة جدا جدا يعني وعرأي اللي بيقول إيه طبخة في حلة واحد أكلة في حل هي شوحوا كده مع بعضهم كده بالتوابل الحلوة اللي نزلت عليهم ديا وأي نوع اللحمة برضو عندك فراخ ماشي بتنفع برضو بتزبطي فراخك برضو وتزبطي السوس بتاعها والحاجة بتاعتها برضو زي ما أنا هنعمل كده وبعدين بتحطي بقى يا حبيبي المقارنا دي آخر حاجة برضو عالاكل على ما بترسي صانيتك وتزبطي الحاجة اللي هتحطها في راحة ومش عارفة بتكون هي الساوك نسيبها تشوح كده شوية بعد كده نكمل بقى بقى الفي صح يا حبيبي ما شاء الله عليها واننزل عليها بالطماط التشوحة بتاع اللحمة دي بتخليها تاخد نفس الحاجة اللي انتو حطها كلها وبعد كده نزلي بالطماط بقى نزل بالطماطمة كده بقى تستوي بسم الله ما شاء الله عليها هي تستوي وحطة اللحمة يكون مستوية يعني هي المكارون ما بتاخدش سوى عشان تيجي تكلها كده تقل حتة كده تاخدها بقى كعطول دايبة كده وجميلة مع المكارون هتزودي لها الصوص بتاعها شوية مية كده وتزبطيه عشان ما تجي تسقطي مكارون تكيب بفاية الصوص بتاح اكلة جميلة واكلة سهلة وسريعة والكل بيحبها بس سخنة تتاكل يعني من أولادي لسه برة ومش هيكل معانا بسيب له حاجته باركنها على ما يجي أسقط له مكارونته على الأكل يأكل سخنة تنزل مع البتجاز له على الأكل على طول كده سقطنا المكارونة يا حبيبة هو يا دوبك سوى المكارونة بقى زبطي صانيتك كده وحاجة الأكل يتاكلها فرحة وهي بصراحة مغمسة نفسها كدش عايزة حتية مخللة كده فرحة حرشة كده وبالف صح هنغطيها بقى تشرب كده وتستوي قرن الفلفل ده بيدي لها نفس بقى والنكهة بتاعته قرن شط هنشقها ويا بعض كده نقلبها ويا بعض بسم الله ومشاء الله بقى الفهنة يا حبيبي ما شاء الله على هيت نشوفوا يا بعض بقى الفهنة على صحيتكو يا حبيبي وبالف صحة لكل من شاف هي تكلاب سوسها كده بقى تستطعم بقى بيها كده وبحلوتها كده كده تنزل من على طول كده على الصينية على الاكل على طول على البوفيه على طول كده حبيبي هنفرغها سوا هوت بقى ألف صحة وسعادة وخير يا رب العالمين وأتمنى من إخواتي وحبيبي وعيلتي اللي أكبر بيها أتمنى الاشتراك في القناة والدعم بالإعجاب والشير يا حبيبي يا أحلى عيلة في الدنيا بحل وبالف صحة وهنى وسعادة يا رب ألف صحة على قلبكو وعلى قلبنا يا رب وقلب كل من شاف وأتمنى كده يا أحلى أخوات في الدنيا كده الاشتراك والشير والدعم أختوكو كده عشان أكبر بعيلتي حبيبي كده ما شاء الله على أهيا ألف صحة يا رب ألف ألف هنى يا حبيبي على قلبكو يا رب العالمين ألف هنى وألف صحة يا رب كده بقى يا حبيبي هوتنا هنا الفيديو سوا ويا رب كده أكون نولت إعجابكم وأكون ضيفة غالية وضيفة خايفة على قلبكو بسم الله ومشاء الله عليها وبألف صحة يا حبيبي وأتمنى منكو الدعم والاشتراك يعني معلش يعني كده عيلتي تكبر وإن شاء الله أكبر بيكو حبيبي بإذن الله يا رب العالمين ويا رب أكون ضيفة خايفة عليكم وفي حفظ الله وأمن وسلامه يا رب مع السلام حبيبي